تداولت مصادر عسكرية مؤخراً خبر إجراء الجيش الأمريكي اختباراً ثالثاً لصاروخ الهجوم الدقيقة Precision Strike Missile أو كما يعرف اختصاراً بالPRSM من إنتاج شركة لوكيد مارتن حيث تم إطلاق الصاروخ من رجمة الصواريخ الأمريكية M-142 Hemeris في منطقة الاختبار العسكرية White Sand Missile Range في نيو مكسيكو وبحسب المصادر المطلعة يعتبر هذا الاختبار الأقصر والأكثر تحدياً حتى الآن فقد تضمن ضرب هدف ضمن مدى قصير جداً يبعد 85 كيلو متر حيث يجب أن يبدأ الصاروخ في الإنقلاب بمجرد أن يخرج من منصة الإطلاق كما يجب أن يحرق الكثير من الطاقة من أجل أن ينقلب حيث بدأت سلسلة الاختبار للصاروخ ضمن مدى 240 كيلو متر ثم مدى 180 كيلو متر ومن ثم مدى 85 كيلو متر ويتوقع الخبر أن تطبق الاختبارات المستقبلية في نطاقات أطول وتقوم قيادة الجيش الأمريكي بفحص ما يريد المسؤولون من الصاروخ بـ RSM فعله بما في ذلك ضرب المركبات المدرعة المتحركة في نطاقات ممتدة ومن المتوقع إجراء اختبار الصاروخ بأقصى مدى خلال حوالي عام واحد ووفقا لشركة لوكهيد مارتن فإن أداء الصاروخ كان متوقعا وكما هو مطلوب بكل الطرق كما حدث في اختبارين سابقين وكما أثنت الشركة على أداء الفريق المشاغل خلال سلسلة الاختبار والقدرة على اتخاذ تصميم أولي لصاروخ جديدة وتحقيق نجاح في الاختبارات الثلاثة وفي هذه المرحلة تعد شركة لوكهيد المنافسة الوحيدة الذي يتنافس لاستبدال نظام الصواريخ التكتيكية للجيش بعد خروج شركة رايثون من المنافسة في مارس من عام 2020 لكن الجيش يعتقد أن هناك فرصا لإدخال المنافسة في برنامج تطوير هذا الصاروخ ازنادا إلى إمكانية إدخال زيادات أخرى على الصاروخ ويعتقد الخبراء أن الزيادات المستقبلية المسمة الحلزوناتا ستضيف باحثا أكثر قدرة وتجعل الصاروخ أكثر فتكا كما ستواسع مداه أما بالنسبة لتقنية الباحث عن الصواريخ فإن فريق تطوير الصاروخ سينتقل إلى الاختبار العملي خارج المختبر في الأشهر القليلة المقبلة وتضمن الطلب تقديم العروض الذي طرحه الجيش للصاروخ مدا يصل إلى 499 كيلومتر لكن الخدمة العسكرية الأمريكية تتوقع أن يتجاوز المدى النهائي 500 كيلومتر في ضوء انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية متوسطة المتع ولأن الصاروخ بي أر أس أم سيتم إطلاقه من نفس قادفة هاميروس التي يستخدمها نظام ATACMS الذي يعتزم استبداله يتوقع الجيش توفير المال ومن المقرر أن يحل الصاروخ الجديد محل نظام الصواريخ التكتيكية MGM-140 أو ATACMS وهو صاروخ أردارد يعمل في الخدمة الأمريكية منذ ما يقرب من أربعة عقودة ويتميز بي أر أس أم أنه نصف حجم الصاروخ السابق كما أنه يفوقه قوة حيث يبلغ الحد الأقصى لمدى إطلاق صواريخ ATACMS حوالي 300 كيلومتر فقط ما يقرب من نصف مدى 500 كيلومتر من البي أر أس أم كلا الصاروخين يحملان نفس قوة المتفجرات وعلى غرار ATACMS تم تصميم البي أر أس أم لتلائم النظام الصواريخ M270 وفي العام المقبل أي 2021 من المخطط إجراء ثلاث اختبارات الإضافية بعيدة المدى لدفع بي أر أس أم إلى أبعد من ذلك إجمالاً سيطلق الجيش أربعة صواريخ بي أر أس أم في عام 2021 مع اختبار واحد لإطلاق صاروخين على التوالي ويخطط الجيش لاستخدام بي أر أس أم بحلول عام 2023 ومع ذلك فإن الإمداد الأولي مصمم لضرب أهداف ثابتة مثل المطارات وبحلول عام 2025 يخطط الجيش لتقديم ترقية على صاروخ ليصبح قادراً على تدمير الأهداف المتحركة ويعتقد الخبراء أنه بالنظر إلى المستقبل من الممكن تماماً إطلاق الصاروخ ليصل إلى مدى 600 كيلومتر إلى 700 كيلومتر لكن هناك طريقاً طويلاً لقطعه مع تكنولوجيا الصواريخ في هذا الشكل حيث يخطط المسؤولون للبقاء مع منصات الإطلاق الحالية في أساطيل هاميرس وMLRS ويعتبر الخبراء أن الجيش الأمريكي لن يستثمر في قاذفات عابرة جديدة بل ستزود الشركة المصنعة الجيش بقاذفة تحمل صاروخين بنفس مساحة الحاوية التي كانت تحمل صاروخاً واحداً فقط في الراجمات السابقة لذلك فإن الجيش في الواقع يضعف حمولة الأسطول الحالي باستخدام تقنية صواريخ هذا وبسبب هذا لن يوفر الجيش المال فحاسب بل سيكون انتقال جنود من نظام ATACMS القديم سالس حيث سيتم استخدام الكثير من البرامج وأجهزة الكمبيوتر والأنظمة الأساسية نفسها فعلى رغم من أنه سيكون هناك بعض التغييرات على التقنيات والتكتيكات والإجراءات إلى أن أطق مصاريخ الجيش ستستخدم الكثير من نفس البرامج وأجهزة الكمبيوتر والمنصات اشتركوا في القناة